نحن تعلمنا من القيادة السعودية نحن شعب مسالم نحب الآخر فبالتالي أتمنى لأن سار في تغير في محاور أنا ليس لي عداء بيني وبين الشعب القطري والتركي والإيراني وحتى الحكومات للدول أنا أحترم الكل وأجل للقل أنا قضيتي محدودة تحت إطار معين ضد مؤسسات إعلامية بحد ذاتها هي من أساءت للوطن العربي ونذكر الجزيرة هي من أساءت لوطن الثاني جمهورية مصر العربية وكان في تحفظات ده ملف كبير كان في تحفظات كبيرة وهي من أساءت ولكن ولنا برسول الله أسوة حسنة إذ قال اللهم الصلي والسلم عليه الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها أنتم أنتم يا الإعلام القطري أنتم تسعون للفتنة أنتم تسعون لشق الفريق العربي أنتم تسعون لأمور كثير فيها أجندات فيجب الآن أن تقف ترجمة نانسي قنقر